شكرا لأحمد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول عبدالفتاح البرهان عدم وجود جهات أملت على القوات المسلحة السودانية تحركاتها الأخيرة في الحدود مع إثيوبيا مشددا على سودانية المناطق التي انتشر فيها الجيش السوداني مؤخرا ما زمعناه الآن بأن هذه الأرض أثيوبية هذا أمر جديد وهذا أمر يستدعي مننا أننا نقف جميعا الموقف المدافع عن أرض السودان دفاع عن أرض السودان ما فيه زول بيخجل منه ولا فيه زول بيختشي منه وضف البرهان أن هناك من يتربص بالسودان وإثيوبيا لزعزعة المنطقة والإقليم محذرا من عواقب اشتعال حرب بين الدولتين بسبب الحدود هذه المنطقة لو حدث فيها أي صراع مسلح بين السودان وأثيوبيا أو بين المكونات الموجودة في المنطقة هذه المنطقة معرضة أنها تهدد الأمن الإقليمي وتهدد أمن القارة الأفريقية بل تهدد الأمن والسلم في العالم بأجمع ومعنا من الخرطوم ورسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن شيبة بالكاد يختفي نزاع مسلح ممكن بين إثيوبيا والسودان حول الحدود من خلال تصريحات عبد الفتاح البرهان نعم هل يمكن إعادة السؤال مرة أخرى عودرا؟ قلت لك بالكاد يختفي نزاع مسلح ممكن بين إثيوبيا والسودان حول الحدود من خلال ما يمكن أن نستشفه من تصريحات عبد الفتاح البرهان نعم الخلاف قائم لكن بالمقابل لأن هناك حشود موجودة فيما بين الدولتين في منطقة الفشقة الحدودية هناك ما يشبه حالة التعب العام في السودان لمساندة القوات المسلحة التي ينظر إلى ما تقوم به الآن بأنه قضية وطنية مثل ما صرح بذلك عضو مجلس السيادة محمد سليمان الفكيه من ناحية أخرى أيضا تمد الإدارة السودانية والحكومة السودانية حبالة دبلوماسية لمحاولة حل هذا الخلاف ما يهم السودان هو الآن استعادة الأراضي من قبضة الميليشيات أو القوات الإثيوبية التي تسيطر على بعض المواقع فيها حتى الآن وما يهم السودان هو أن توضع العلامات الحدودية الدولية فيما بين البلدين وفقا للحدود المعلومة بينهما بينما تقول إثيوبيا أن هذه الخطوات تستلزم انسحاب الجيش السوداني من المناطق التي سيطر عليها ومحاولة الجلوس في مائدة للتفاوض حول الحدود والتي هي معلومة بالنسبة للسودان وإثيوبيا التي تعترف بها أيضا وفقا لاتفاقيات سابقة فيما بين الدولتين ولكن بالمقابل نجد أن هناك أزمة حقيقية الآن بدأت تلوح بعد التصريحات الإثيوبية التي أشارت إلى محاولة إعادة ترسيم الحدود بمعنى أن تكون هناك لجان تجلس مرة أخرى لتضع الحدود فيما بين البلدين وهو أمر لن يقبل به السودان باعتبار أنه يعترف بالحدود الحالية كما اعترفت بها إثيوبيا مسبقا الأزمة حتى الآن قائمة فيما بين البلدين تتصاعد ربما عسكريا ولكن بالمقابل هناك محاولات سياسية كل طرف يستند على العلاقات التاريخية فيما بين الدولتين ليلقي بحديث دبلوماسي ولكن تبقى المشكلة قائمة طالما أن هناك وجود للحشود فيما بين الدولتين على الحدود مرسلنا في الخرطوم شايبل حمد عبد الرحمن